بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم كديرين شباركم تنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير تنتمنى أن القناة تستبدو منها إن شاء الله وغادي جو وصفات إن شاء الله بحول الله وقوته مقنعة وفي نفس الوقت هتستبدو منها إن شاء الله الوصفات اللي غادي نحطوه تجميلية وصفات ديال العشوب ديال الجهاز الهضمي ديال بزرد غادي تحطوه في القناة وصفات اللي غادي تستبدو منها كاملين وصفات من تجربتي إن شاء الله وغادي إن شاء الله نديروهم ونحاولو أننا نحاولو نجربو باش باش تعرفي المفعول ديال أي أي وصفة خديتها غادي تعرفي الطريقة ديالها إن شاء الله أول حاجة عندي زيت الورد غادي نهدر على زيت الورد وغادي نهدر على زيت اللوز ناس لي أحسن مرتب للبشرة هو زيت اللوز زيت اللوز معالج وفي نفس الوقت تيطهر الوجه من البقاع السوداء بخصوصا أنكي إلا حطيتي حطيتي واحد القناع أو مقشر ديال القهوة مع العسل وغادي إن شاء الله نخلط القهوة مع العسل وندير تبريم الوجه ديالي أو قماج الوجه ديالي ونحاول نوصل الوجهي بعد عشر دقائق ديال آآ تقشير غادي ناخد مأدى فيه ونغسل الوجه ديالي ونحط هذا زيت اللوز على الوجه ديالي غتحسي بوجهك غايسير آآ في واحد نعومة سبحان الله العظيم زيت اللوز وفي نص الوقت غادي حييد لك البقاع السوداء اللي تتكون داكينة تحت العينين أو تحت الخدين وفي نص الوقت تكون الناس اللي تحيدوا تحيدوا الشعر من الدقن أو تحيدوه من جوانب الوجه تخليه واحد لون أصمر إذن هذه اللوز رائع في تطهير البدن تطهير الوجه وفي نص الوقت تدريه لديك والرجليك هو رائع بحول الله وقوتي تا الرجلين نحاولو نديرو لهم نص طريقة نحاولو نديرو لهم تبريمة دي القهوة مع العسل وندهن بزيت اللوز تا اليدين في نص الوقت ندير تطهير اليدين ديالي والرجلين والوجه ديالي أما زيت الورد هو رائع معنى الكلمة تتعرفوا الوصفات اللي سنخدمو كاملا الوصفات ديال التجميل كلهم تيكونوا بالورد سبحان الله العظيم الورد والريحان هما تيكونوا في التجميل بالزعف أما زيت الورد هو رائع الناس اللي عندهم التهاب ديال الشمش اللي تيتعرضوا للشمش وتيولي الوجه ديالهم أحمر من بعد تيولي هذك البقاع اللي ولوا حمرين تيرجعوا فيهم لون أسود لأن غادي ناخد ديما ديما ناخد قبل ما ندير هذ الزيت الورد غادي ندير دقيق الأبيض مع البيض ديال البيض الأبيض ديال البيض ونديره قناع الوجه ديالي من بعد نحيد هذك القناع البيض ديال البيض مع معلقة ديال دقيق الأبيض ونديره قناع من بعد ما نحيد هذك القناع ننشفة وجهي بالماء دافي ومن بعد ندير هذ ننشف وجهي جيدا ونضيف هذ زيت الورد إلى الوجه ديالي سبحان الله العظيم غادي يولي لون وردي وجهك يولي لون وردي وفي نص الوقت غادي ميبقاش عندك هذك المشكل اللي تتعرضيلي أن في تتخرجي الشمش وتولي بقى حمرين ومن بعد تصيروا لونهم أسود إذن الوصفة ديالنا ديال الزيوت مع قناعات شفوية وفي نص الوقت غادي ستسافدوا منهم وحاولوا أنكم تديروا هذ القناعات ديال اللي عطيتكم مقشير وفي نص الوقت القناع ديال البيض ديال البيض مع الدقيق البيض وهادي الزيوت اعتمدوا عليهم رمشي غاليين بجوجهم خديتهم أنا بخمسين درهم هذ اللاماخ اللي كينا هذي حاولوا تشريو عليها رجيدة في نص الوقت هذ الزيوت ما تفرطش فيهم طول شهر الصيف أو تكون خارج لأي مكان نحاول نهن أو نرطب اليدين ديالي والرجلين ديالي والوجه ديالي إذن حباب الله سنتمنى أنكم تستبدوا من هاد من هاد الصيغة اللي عطيتكم ديال ديال تجميلية وحاولوا تديرها إن شاء الله حاولوا تبرتجي وحاولوا تدخليوا لايك أو تدعموا القناة وتفعلوا الجرس وتابنوا بحول الله وقوته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته